العملية السابعة صفحة 34 في 17 واحد تم سداد مبلغ 6000 ريال نقدا مقابل مرتبات العاملين إذن لدينا انخفاض في النقدية بالصندوق وهو أحد عناصر الاستخدامات أو الأصول ولدينا عنصر جديد وهو مصروف اسمه مصروف مرتبات العاملين وطبقا للملحوظة التي تمت الإشار إليها في العملية السادسة فإن المصروفات تمثل تخفيض لحقوق الملكية إذن هذا العنصر يظهر ضمن مصادر الأموال كتخفيض لحقوق الملكية بناء على ذلك نلاحظ أن هذه العملية قد أثرت على جانبي معادلة المحاسبة المصادر والاستخدامات حيث نقص عنصر الصندوق بمبلغ 6000 ريال ليصبح الرصيد الجديد 114 اللي هي عبارة عن 120 ناقص 6000 ريال أيضا مصادر الأموال سوف يحدث فيها نفس النقص بمقدار 6000 ويتمثل ذلك في عنصر جديد يسمى بالمصروفات وهي تؤدي إلى تخفيض كما أشرنا حقوق الملكية لأنها عبارة عن تدفق عكسي لتدفق الإيرادات بناء على ذلك فإن معادلة المحاسبة والتي تنص على أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية لدينا بداية البنك لم يتغير رصيده ما زال كما هو 330 ألف لدينا بعد ذلك الصندوق كان به 120 ألف أخذ أو دفع 6000 أخذ منه 6000 يصبح رصيده الجديد 114 أما باقي العناصر فتظل كما هي في جانب استخدامات الأموال فالمباني كما هي بـ 100 ألف وكذلك العدد والآلات بـ 250 ثم الأثاث بمبلغ 60 ألف لدينا الدائنون لم يتأثروا بهذه العملية لشركة شمسان مزال الدائنة بمبلغ 40 ألف لدينا بقى في حقوق الملكية رأس المال كما هو 800 ألف لم يتأثر وكانت هناك إرادات في العملية السابقة بمبلغ 20 ألف ولدينا البند الجديد الناتج عن هذه العملية وهو بند المصروفات ومقداره 6000 نلاحظ أن هذه العملية قد أثرت على جانب الأصول وكذلك أثرت على جانب الخصوم وحقوق الملكية كلا الجانبين حدث فيهم نقص عن العملية السابقة فكان مجموع العمليات السابقة مجموع الجانبين في العمليات السابقة 860 ألف في كلا الجانبين حدث انخفاض في كلا الجانبين مقداره 6000 إذن يصبح المجموع الجديد لكلا الجانبين 854 ألف وكذلك إذا قمنا بجمع جانب الأصول سنجد أنه 854 ألف وكل الجانبين مازال متساوي هذه العملية أثرت على جانبي معادلة المحاسبة بناء على ذلك تظهر قائمة المركز المالي أو الميزانية على النحو التالي شكل حرف T نكتب الميزانية في الوسط ثم الأصول في الجانب الأيمن والخصوم وحقوق الملكية في الجانب الأيصر الخصوم لم تتغير عن العملية السابقة دائنون شركة شمسان بـ 40 ألف حقوق الملكية كان بها رأس المال ثم الإيرادات كما كان في العملية السابقة ولكن الظهر بند جديد وهو بند المصرفات يظهر مخصوما من حقوق الملكية بمبلغ 6000 تصبح بذلك حقوق الملكية 814 ألف إذا قمنا بجمع 814 مع 40 يطلع الإجمالي 854 وهي تمثل مصادر الأموال في جانب الأصول لدينا البنك كما هو بينما أن الصندوق كان 120 ناقص الست ألاف التي دفعت كمصروف يصبح رصيده الجديد 114 أما المباني والعدد والألات والأثاث فلم تتأثر والإجمالي أصبح 854 هو نفسه يساوي مصادر الأموال نلاحظ أن هذه العملية قد ترتب عليها نقص في جانب مصادر الأموال وكذلك نقص في استخدامات الأموال عن العملية السابقة نؤكد على فكرة أن هذه العملية كانت تخص عملية مصرفات والعملية السابقة كانت تخص عملية إرادات بناء على ذلك قلنا أن معادلة المحاسبة يمكن أن تجتمل على كل من الخصوم كل منها عفوا الإرادات والمصرفات ثم قلنا أن المصرفات يمكن أن تظهر في جانب المعاء مضافة إلى الأصول وبناء على ذلك قلنا أن المعادلة بصيغاتها الجديدة يمكن أن يتم صيغاتها على أن الأصول زائد المصرفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإرادات وهذه كما ذكرنا هي الصورة الثانية لمعادلة المحاسبة كما يتضح أيضا من الصورة الثانية أن حقوق الملكية شاملت رأس المال والفرق بين الإرادات والمصرفات إذا قمنا بالتعبير عن هذا الفرق بين الإرادات والمصرفات فإنه يمكن التعبير عنه بأنه قد يكون ربح وقد يكون خسارة كما كان في العملية الحالية كان لدينا إرادات بمقدار 20 ألف كانت لدينا الإرادات بمقدار 20 ألف بينما أن المصرفات كانت بستة ألاف الفرق بينهما يمثل 14 ألف أرباح إذن يمكن إعادة صياغة معادلة المحاسبة بصياغة ثالثة جديدة تقول أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية مضافا إليها الأرباح أو مخصوما منها الخسائر والتي هي تحسب عن طريق الفرق بين الإرادات والمصرفات فالأرباح والخسائر هذه تساوي الإرادات مخصوما منها المصرفات وهذه تمثل الصورة الثالثة لمعادلة المحاسبة ترجمة نانسي قنقر